موسيقى ازايكو جميعا؟ معكو احيان والنهاردة هنقارن بين ايفون 10 وسامسونج جالاكسي نوت 8 اخر فيديونا حرفيها ليه على القناة كان الانتباعات الاولية للايفون 10 وتجربة اول يوم مع الجالاكسي نوت 8 تدول اكتر اجهزة يعني الناس كلها بتتكلم عنها حاليا ودي يعني افضل موبايلات موجودة في السوق حاليا وانا مش عايزة اتكلم عن المواصفات التقنية والعيوب والمميزات بين الاثنين دول لاني ما جربتش في ايه دي غير النوت 8 يعني ما جربتش الايفون تاني انا عايزة اقارن بين موبايلين كواحد رايح يشتري كواحد رأى بياخد قرار شراء يشتري ده او يشتري ده افضل حاجة بتقدمها قبل او افضل حاجة بتقدمها سامسونج والمستخدم العادي مش فارق معاه مين حط ايه الاول والمميزات الفرنية او دي حطاتها الاول مش دي العوامل اللي الناس بتختار على اساسها موبايل عن التاني في الله بينا نبدأ واول عنصر مقارنة معانا هو الديزاين ومش الديزاين هو الشكل يعني انا موبايل شكله احلى كل من الايفون تن والجالاكسين نوت 8 اللي اتنين جايين بديزاين من الزجاج دامه من وراه ومحشور ما بينه والاطار المعدني اللي بيلمع والتنين برضو بيجيبوا شاشة بحواف صغيرة جدا طبعا التريند الجديد اللي شايفينه السنة دي واللي هو حاجة انا مبسوط بيها جدا بس كل شركة بتتعامل مع موضوع الحواف الصغيرة ده بشكل مختلف يعني النوت 8 مثلا بيجيب شاشة ادج منحاني عند الاطراف اليمين والشمال والليميت دي احساس ان مفيش بازلز على اليمين والشمال كأن شاشة مجبوبة على اليمين والشمال لكن في بازل كبير تحت وفوق حواف كبيرة تحت وفوق مش كبيرة صغيرة جدا وعند اطراف الشاشة الاربعة الحواف مدورة اما الايفون 10 مستو ان مفيش حفة تحت خالص ولكن فوق فيه حفة كبيرة شوية اللي بتضم كل السنسورات والكاميرا الامامية والسبيكرز والحاجات اللي بتبقى فوق الموبايل والمشكلة ان الحفة دي مش مالية المكان يعني فيه علي منها وعلى شمالها شاشة فده مدي احساس ان الشاشة مقطوعة وانت بتفرج على فيديو او الاشياء اللي انت بتفرج عليها هيبقى مقصوص منها معلومات عند الحتة المقطوعة دي وزي النوت برضو الحواف الاربعة بتاع الموبايل كل شيء جاي دائري ولكن الدائرية والتدوير باين هنا اكتر في الايفون عن النوت ولما نركز شوية هنلاقي ان الايفون 8 مش بدون حواف تماما لا هنلاقي فيه برضو ان فيه حفة صغيرة ولكن صغيرة قوي اللي ما تبنش خالص لازم تدقى كده عشان تشوفها ولفة حوالين الجهاز كله فكل الشركة اه واغ ده اتجاه معين من ناحية الشاشة اللي بدون حواف دي فهنخلي الخانة دي تعادل لان ما اقدرش هكسب حد فيهم انا على نفسي شايف الايفون 10 شكله احلى وسبب الاختيار هنا يعود لان البازل اللي تحت مش موجودة خالص لو ما فيش بازل تحت خالص لكن في الناس شايفة ان البازل اللي فوق دي شكلها وحش فعشان كده الحتة دي تابعة للازواء شوية فهنخلي الشكل والديزاين تعادل نجي للشاشة النوت 8 بيجيب شاشة ستة وثلاثة من عشرة انش بريزوليوشن 2K وعمل كساف بيكسلات اكتر من خمسمية وتلاتين او خمسمية خمسة 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 بيكسل كل انش فعم بتقانية سوبر امليد العظيمة بتاع سامسونج وسطوع بتاع الشاشة بيوصل لألف ومئتين نتس الايفون 10 مايقدرش يلمس النوت 8 في الحتة دي خالص الايفون 10 بيجيب شاشة خمسة وتمانية من عشرة انش وبريزوليوشن قريب من 2K وعمل حوالي كساف بيكسلات ربعمية وخمسين بيكسل كل انش لكن درجة سطوع الشاشة لا تتعدى 650 نتس والتقنية بتاع الشاشة هي OLED وقبل شهريها اصلا من سامسونج ومسمينها سوبر ريتنا سوبر ريتنا سوبر امولد ففي حتة الشاشة بصراحة النوت 8 يدمر لأيفون 10 بجدارة هو الايفون في بعض المميزات اللي هي كويسة برضو يعني في حاجة اسمها white color gamut يعني ال color accuracy الالوان حقيقي اي اكتر في الشاشة بتاع الايفون عن النوت النوت الالوان بتبقى فيه فقعة شوية ومبايلات سامسونج كلها الحقيقة بتبقى الالوان فيها فقعة سنة وكمان الايفون فيه حاجة اسمها true tone display true tone دي اللي ها ببساطة بتخلي درجة حرارة الشاشة بتتغير مع البيئة اللي انت فيها بس ده في صراحة من وجود نظري ما يلمسش الشاربنس ولا الاداء اللي بتشوفه من شاشات سامسونج شاشات سامسونج الاخيرة لا يقل عليها افضل شاشات بسوق الموبايلات عامتا فحيطة الشاشة الفائس فيها النوت ايت نجي الكاميرا كان الموبايلين بيجوب كاميرات كاميرتين 12 ميجا بيكسل واللي من خلال الكاميرتين دول تقدر تعمل زوم من غير متاسر كوالتي وتقدر تاخد صور بعض دول بورتري مود اللي بيكون فيه الخلفية معمولة عليها بلور زي الخلفية اللي وراها كده والالتنين بيدعموا ميزة اسمها dual OIS واللي هي بتخلي الكاميرتين سابتين فانت بتصور فيديوهاتك تقدر تعمل زوم برضو من غير ما الصورات مهزوزة وايضاية كمان هيحسن الصور في اوضاع الاضاءة الخفتة والاضاءة الضعيفة انا متأكد ان الموبايلين دول هتلعوا صور رهيبة هتلعوا افضل صور تقدر تاخدها من السمارتفون فعلا بس في بعض الحاجات اللي بتفرق بينهم النوت ايت بيجي فيه وضع اللي بيسمحلك انك تغير او تقلل او تزود البلور بتاع الباكجراوند وانت بتلقط الصورة PPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPE في الكاميرا الأمامية في الايفون اكس بتصور من خلالها صور بوضع البرتري مود اللي هو يعمل بلور للبكراوند وكمان البرتري لايتنج اللي بتحكم فيه بالإضاءة ده برضو موجود في الكاميرا الأمامية حاجة تانية كمان اللي الايفون مميز فيها هي الفيديو فعلا الايفون اكس تقريبا أفضل موبايل تقدر تصور بفيديو أفضل سمارتفون لتصوير الفيديوهات عشان تقدر تصور 4K بجودة 4K 60 فرم في السنة وكمان تقدر تصور سلو موشن ريزوليوشن 1080 و 240 فرم في السنة أنا من وجود نظري المميزات الإضافية دي تخلي الايفون اختيار أفضل من ناحية التصوير ففي خانة الكاميرا الايفون اكس هو الاكس نجي الأداء الواحد بيشعر نوعا ما بالغباء وبيقارن يعني أفضل موبايل اندرويد في السوق وأفضل موبايل لا أكيد اللي تنين يبهوا سرعة أكيد اللي تنين يبهوا أسرع موبايلات موجودة لكن الايفون هيكون أداءه أفضل في السنين اللي بعد كده معا الموبايل وهو بيعمر معاك زي ما بيقوله وده كله بفضل للابل A11 Bionic Ship البروسيسور بتاعه قبل قبل بتعم بروسورات فضيحة مش عافيززاي البروسور ده يا جماعة ما حقق في جانش ماركي جيبانش عشر تلاف نقطة أكتر من الماكبوك برو الـ 13 انش انتوا بتخيلين كم جنون هذا الرقم يعني موبايل الايفون اكس هيحقق رقم أكتر من لابتوب برو اللي هو اسمه برو ماكبوك برو الموضوع جنوني جدا لو فكرت فيه يعني بقى من ناحية الأداء الايفون اكس هيكون يعني أفضل في ناحية الأداء ومن ناحية السرعة ومن ناحية كمان هو يعمر معاك السنين اللي بعد كده الابدائس اللي تيجي هدى بقى الموبايل سريع برضو مش هيبطأ وهيهنج أو هيعلق فلازم الايفون يكسب في الحتة دي نيجي البطارية النوت ايتي بيجي بطارياتها 3300 ميلي امبائر ومع تجربتي في حوالي بقى الموبايل بقى معي حوالي خمسة ايام اربعة ايام الموبايل لم يتخطى حاجز الاربع ساعات ونصف سكرين اون تايم شاشة غالة ما عملش كده خالص يعني ما وصلتش حتى الخمس ساعات شاشة غالة دي نتاج محبطة شوية وصعبة جدا نيكمل معك اليوم للاخر يعني هتطر للأسف تشيل معك بوربانك الايفون تن انا اكيد ما جربتهش فترة طويلة ولكن ابقى الي البتاريه ستعود ان البتاريه ستاعد مع ساعات película عن الايفون 7 والتعاد� العايد الجميل يعني مثل الايفون 7 بلاص اي 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 ات بلاص وتعود ساعتين اكتر من الحipper السبين الصغير انا مثل الايفون 7 بلاص تقريبا كتير من الاتف Kaz theo فانو انا اعتقد ان الايفون 10 هيكون افضل شوية في الحتة دي في حتة البطارية لكن انا مش هكسب الايفون اكس وهسيب داتا عادل في خانة البطارية عشان لسه مجرب نفسه الايفون اكس وعشان برضو النوت 8 مش يعني مش وحش او كده برضو نيجي الخانة تانية حساسها بعد كا معنا وهي السوفتوير واللي هي خانة يعني مينفعش برضو تكسب ايها حد وهي الايو اس والاندرويد الايو اس مختلف تماما عن الايو اس 10 بيجيب ايو اس 11 والنوت 8 بيجيب اندرويد نوجا طبعا كل نظام لهما زيه ولوما شاكله يعني الايو اس هيكون اسرع واسلس وهيكون تطبيقات عليه بيجي لك دعم مباشر من المطورين اسرع ده شي مش هحصل في الاندرويد لكن برضو النظام مقفوره على نفسه في الايو اس وقدرش تعمل حياتك كتير متقدرش تزبط وتخصص موبايلك انه هيكون الشكل اللي انت عايزه كل شيء ثابت ونفس الشكلك تقدر تعمل ده في الاندرويد طبعا تعمل كتير في الاندرويد تقدر تتشقلب في الاندرويد من اي حاجة انت عايزها اكيد الخانة دي هتبقى تعادل ولا هو مش هيبقى فيه مش هيبقى في نتيجة اصلا خرجوا القصة دي من المقارنة طيب كده تبقى للمقارنة الايفون 10 هو اللي كسب الايفون 10 هو اللي بيقدم حاجات افضل كاميرا افضل اداء اعلى بطارية احتمال تكون افضل ديزاين انا من وجهة نظري افضل شوية طبعا سوا يعني حاجة ترجع لزوءك تكده الايفون 10 افضل بس ده قبل ما تاخد خطوة الورا وبص على الحاجات التانية في حاجات تانية في حاجات تانية هي اللي تخلي تجربتك واستخدامك الموبايل يا اما رحلة ممتعة ومليئة بالسعادة وموبايل ممتاز او تخليها حاجة مليئة بالمشاكل ومليئة بالعطلة ومليئة بالليميتيشنز والحاجات اللي تريداش تعملها وفي الخانة بتاع الحاجات التانية دي النوت 8 يحطم الايفون 10 يقهروا ويمسحوا من على وش الارض خلني اقول لكم على بعض من الحاجات التانية دي اول حاجة الاس بن النوت 8 بيجي معها الاس بن الاس بن ده حاجة مش سهلة يعني دي اصلا هي اللي بتميز سلسلة النوت تكتب نوتس تقدر تسجل مصور من الشاشة تقدر تستخدم القلم في الاستخدام ده الواحد هو حاجة مميزة جدا فيه ناس بتحب تستخدم القلم عن انك تتكب صابعك دي حاجة مميزة جدا حاجة كمان النوت 8 بيتمايز بها الهيتفون جاك النوت 8 فيه هيتفون جاك حاجة كمان النوت 8 بيتمايز بها المساحة الخارجية امكانية اضافة مساحة خارجية النوت يقدر تستخدم فيه كارت ميموري حتى 256 جيجا بايت الايفون ما تدرج تعمل فيه كده كمان الايفون ما فيهش قارق بصمة لكن النوت 8 بيجيب قارق بصمة عادي خالص فتخلف ونعم كانوا غريب شوية ولكن فيه قارق بصمة دك كمان قارق قزحة العين اللي بيخليك انك تسكان عينك وتفتح الموبايل بعد كاب عينك كمان عندك فاست شارجينج بالشاحن اللي بيجي في العلبة مش زي الايفون 10 فيه فاست شارجينج ولكن لازم تروح تشتري شاحن تاني اصلاً غير اللي موجود في العلبة عشان ايدي اعمل فاست شارجينج غير ان فيه NFC ناك توصيل اجهزة لسبيكرز اللي عندك في البيت الكاميرا اللي انا بصور بيدي ممكن اوصلها بالموبايل بالنفسي في USB C USB C اللي الابل نفسها بتستخدمه في الماكبوب برو يعني الماكبوب برو دلوقتي كله USB C فانا اقدر استخدم الماك مع الامدرويد دلوقتي اسهل لما انا بستخدم الماك مع الايفون بسبب اليو سبي سي واللايتنينج بورتر اللي المختلفين عن بعض دلو حاجات تانية سوابه ايدي مannie هك不حي participar من ان انا عدوهم عليها الحاجات دي تكن تضع الي viin noot 8 بالنسبة لي اختيار امثلة على الايفون تاني حتى مع ان الايفون تاني يخفي الحاجات الاساسية مثل الايداء البطارية و اختياط اليها الان اي ان برده احضر اروح واجيبوا الايفون تاني عن ان ا如何 اجيبوا الايفون تاني يعني ذلك ان انا اقول ان اگه انا ا ايشتري ولدا إشياء الايفون تاني اي انا ايشنلي الايفون تاني لغ الا desenvolv Taed انا اكيد هشتري الايفون تين افضل ايفون موجود لكن لو هختار حاجة واحدة بس وموبايل اعمل بيه كل حاجة اكيد 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 هروح مع النوت ايت ومش هروح خالص مع الايفون تين لانه هيعجزني وهيكون فيه لميتيشنز كتير انت تقريبا مع النوت ايت انت شايل في جيبك لابتوب صغير قولي انت رأيكو ايه تختاروا اني واحد من الاثنين مين بالنسبة لكو هو الالتيمت موبايل الموبايل الالتيمت قولوا لي اراكو وافكاركو واختياراتكو في الكومنتات التحت وانتو في الفئة السعرية بتاع الف دولار دي الفئة السعرية العالية جدا اللي احنا دخلنا فيها دي هل تشتروا افضل موبايل اندرويد موجود ولا افضل موبايل ايفون موجود الايفون تيني بس كده شكرا اللي جود دعم مشاهدة شوفكم الفيديو جاي سلام